برنامج التشخيص والعلاج الجنيني بمستشفى الملك فصل التخصصي يحقق تقدماً طبياً جديداً من خلال تدخل الجراحي للأجنة وذلك بوضع بلون صغير لإغلاق القصبة الهوائية ويعد هذا الإجراء نادراً في مجال جراحة الأجنة والذي سيسهم في حفظ حياة الجنين بعد الولادة إنجاز طبي جديد حققه برنامج التشخيص والعلاج الجنيني بمستشفى الملك فيصل التخصصي حيث يتمثل في تدخل جراحي للأجنة من خلال وضع بلون صغير لإغلاق القصبة الهوائية حالياً نعكف على التوسع في التدخلات الجراحية الجنينية كماً ونوعاً وتم والله الحمد إلى اليوم إجراء 200 تدخل جراحي جنيني والله الحمد يحرس مستشفى ملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على توفير الخدمات والبرامج التشخيصية والعلاجية دقيقة التخصص وعالية الجودة لمواطني مملكتنا العزيزة ويعتبر برنامج التشخيص والعلاج الجنيني أحد هذه البرامج الدكتور سعود الشنيفي يعمل على حالات طبية مختلفة ضمن برنامج التشخيص والعلاج الجنيني حيث يعد هذا النوع من العمليات الجراحية عملاً نادراً في عالم الجراحة التدخل عبارة عن وضع بلون خاص صغير الحجم لإغلاق القصبة الهوائية بالجنين داخل الرحم ومن ثم إزالته بعد 4 إلى 6 أسابيع أو أثناء الولادة في حالات عالية الخطورة من فتاق الحجاب الحاجز الخلقي تم تطوير برنامج العلاج والتشخيص الجنيني في مستشف ملك فيصل التخصصي منذ عدة سنوات وهذا التطوير لا يشمل فقط استخدام الأجهزة المتطورة ولكن يشمل أيضاً إعداد وتدريب الكوادر الطبية لتتمكن من تقديم العناية الفائقة لهذه الحالات المعقدة للأجنة منذ 2008 وحتى اليوم تم إنجاز أكثر من 200 تدخل جراحي في هذا البرنامج حيث يستهدف البرنامج تطوير هذه التقنية الطبية التي تساعد في الحفاظ على حياة الجنين قبل وبعد الولادة الحجاب الحاجز يفصل بين القفز الصدري والجهاز البطني فهذا أدى إلى صعود الأعضاء إلى القفز الصدري هذه صعود الأعضاء ضغطت على القلب والرئتين وهذه الحالة تؤدي إلى الوفاة إن لم تعالج يعد برنامج التشخيص والعلاج الجنيني أحد البرامج الطبية عالية التخصص ويمارس في أماكن محدودة حول العالم إذ يدعم المستشفى عدداً من البرامج الطبية في مجالات مختلفة من الرياض عبدالواحد الحميد العربية